نعم شكرا جزيلا هناك جهات طبعا أكثر يحرض ضد اللاجئين السوريين خاصة أكثر من لبنان ممكن عندكم إيران فقط يحرض على المهاجرين السوريين عندنا الغرب وإيران والروس وحتى كان بعض الدول الخليجية الآن بالتحسن مع العلاقات هم بدأوا أن تراجعوا من هذه السياسة والأوروبيين وحزب الأمار الكردستاني حتى مثلا هم يشغلون جماعة قولا كله يراحنون على ذلك لأنه أصبح ممكن أمل وحيد لهم لكسب الانتخابات أو لإسقاط العزب العدالة والتنمية من الحكم بالانتخابات بتحريضات ضد اللاجئين يعني لا أرى فرصة كبيرة لهم لكن هم يحاولون من كل الجهات هم يأتون ليحرضوا الناس ضد اللاجئين وهذا طبعا يحدث بعض المشاكل مش كبيرة لكن موجودة يعني كظاهرة والشباب طبعا شباب الجنريشن زي الجيل الزت يعني وهم متأثرين بلا هذه البوتات والترولات الموجودة في الإعلام والاجتماعي الإعلام الاجتماعي وطبعا يعني الظروف أحسن في تركيا للاجئين لأن العجلة الاقتصاد شغالة يعني رغم تدخم وبعض المشاكل لكن مثل الليرة لكن العجلة الاقتصاد شغال انتاج شغال لم يتوقف مع قورونا والسياحة لم تتوقف حتى يعني أمس كنتم في مولة في إسطنبول يعني كل الأرب موجودين في تسوقون في تركيا في إسطنبول أيضا المحافظات أخرى وأيضا رفع أو منع السياح السعوديين هذا أيضا جديد يعني قبل يومين ثلاثة يعني حكومة السعودية أيضا ألغت منع السفر إلى تركيا وليقولون لم يكن مقعد تذكرة بشركات تركيا والسعودية يعني من السعودية إلى تركيا وخاصة السوريون يشتقلون بالمجالات بالقطاعات يختم العلاقات تركيا العربية كمان بالسياحة بالتجارة يعني لأنهم الآن بدأوا أن يتقنوا اللغتين وأيضا يعني يشتغلون مع العرب بشكل أحسن وأصبح يعني هذه العلاقات تركيا العربية وتقوية العلاقات تحسن العلاقات أيضا يختم السوريين وهم يختمون تطوير هذه العلاقات في القطاعات مختلفة يخص الذي يخص العرب يعني أكثر يعني في أمل لكن في مشكلة في حزب يعني معين دائما يوما ونحارا ينتقد السوريين وهذا يخلق السوريين أكثر من اللازم أنا أحكي كان أيضا كنا مع بعض السوريين اليوم قلت لهم أنتم تخلقوا أنفسكم أكثر من اللازم لأن هذه السياسيين ليس لهم ثقل في المشهد السياسي ولا يجدوا فرصة هم دعاية وضجة في الإعلام فقط لا يؤثروا على الجمهور التركي لأن جمهور التركي دائما مع المظلوم ولا يساند مع الظالم يعني ليسنا خائفين لكن يعني في حزر في شوي قلق لكن كل هذه الممكن علاقات تتحسن علاقات مع السعودية مع الخليج مع مصر والآخرين يعني سيقوي موقف التركيا واللاجئين أظن في خاصة يعني لما تركيا ومصر والسعودية اتفقوا يعني سيهتموا بموضوع سوريا لحل الممكن أزمة سورية ممكن مسار الجناء أو ضغط أو تعاون بحل مشاكل بعض السوريين أيضا القضية السورية بالعموم ونحن نتابع أيضا كمركز أرسام نتابع هذه التطورات السورية والعراق والخليج والشمال الأفريقي يعني العالم العربي كله وأشكر الجميع لو في سؤال طبعا أرد شكرا 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 بروفيسور في سؤال طبعا مستشف من حديثك وموجه بنفس الوقت للدكتور طاري دكتور طاري حصل